السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد اليوم وبعد انتهاء الموسم القروي وبداية الاستعداد الموسم القروي الجديد نبارك للنادي الأهل المصري لحصوله على بطولة الدوري المصري موسم 2019-2020 كما نبارك لأندية البنك الأهلي وصيراميكا كلوباترا ونادي غزل المحلة بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز المصري كما نبارك أيضا لأندية قيمة أسوان وقنع وأسمنت أسيوت ومركز شباب سيمساط وشرقية للدخان والسكة الحديد وبورتو وقفر الشيخ وبن عبيد وسرس الليان وسبورتينج والجزيرة بمطروح بمناسبة صعودهم للقسم الثاني وما زال دور القسم الرابع مستمر بدور الترقي وينتهي بصعود 22 فريق للقسم الثالث أولى فقراتنا في برنامج كرة البلد فقرة الأخبار أولى الأخبار معانا النهاردة اتحاد القرى يعلل رسميا أسماء 95 ناديا لحضور الجمعية العمومية فور انتهاء الموسم القروي 2019-2020 الذي يحتسب بختام مصابقة الدوري المصري تم تصنيف الأندية التي يحق لها المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد وتم اعتماده من اللجنة الأولمبية المصرية حسب القانون وجاء عدد الأندية 95 ناديا ليتم تقليص الجمعية العمومية من 224 ناديا إلى 95 فقط انتهاء الدوري ولم يتقدم نادي لقيد لاعبي استعدادا للموسم الجديد رغم انتهاء الموسم القروي بمباراة الأهل وطلائع الجيش مساء السبت الماضي وفتح باب القيد للأندية منذ يوم 10 أكتوبر الماضي لم يتقدم أي نادي لقيد أو تسجيل لاعبيه الجدد استعدادا للموسم القروي وقال مصدر بالتحاد القرى إنه رغم فتح القيد قال المصدر رغم فتح القيد قبل انتهاء الموسم وفقا لتعليمات الفيفا وخطابا عن حقوق الأندية إلا إنه لم يتقدم أي نادي حتى الآن لقيد أي لاعب الزمالك يجري مسحة كورونا قبل مران استعداد لمواجهة الرجاء أجرى لاعب الزمالك مسحة طبية قبل انطلاق تدريباته الجماعية اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف النهائي دور أبطال إفريقيا المقرر له يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة وتقام المباراة غدا في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة بعدما نجح الزمالك في الفوز في مباراة الزهاب بالدار البيضاء في المغرب بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض مباراة الزمالك والرجاء الأبيض جاهز لموقعة الحسم بعد استعادة المصابين يسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو لتجهيز اللاعبين الأساسيين لمواجهة الرجاء البيضاوي المقرر إقامته غدا الأربعاء لحسم التأهل لنهاء البطولة في ظل بدء تعافي اللاعبين من الإصابات مثل عودة حازم إمام ومحمود علاء المصري يفاوض سناء الانتاج الحربي لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين صوبر دخل مسؤول المصري البرصعيدي في مفاوضات جادة مع سناء الانتاج الحربي غنام محمد وسيد شبراوي من أجل الحصول على توقعهم لانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين صوبر البنك الأهلي يقدم صفقات رافعين شعار لم نحضر للتمثيل المشرف كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي بالعجوزة عن صفقاته الجديدة التي أبرمها في مقدمتها البوركيني محمد كافو وموسى ديوارا لاعب الانتاج وأحمد يسين لاعب المقصة ومن جانبه أكد رئيس النادي البنك الأهلي أن هذه الصفقات تأتي في إطار التدعيمات التي طلبها المدير الفني محمد يوسف معلومة رياضية مصطفى رياض يمنح الترسانة سلفة 600 جنيه مصطفى رياض أحد أبرز النجوم في العصر الزابي لكرت القدم عامة وقلعة الشواكيش خاصة لما قدمه خلال المباريات التي شارك فيها حتى لقبة بالغزال حيث حقق الترسانة بطولة الدور مرتين موسم 61-62 وموسم 63-64 وحصل على لقب هداف الدوري في هذه المواسم كون سناء قويا مع حسن الشزلي نجم الشواكيش الراحل وقد جمعها الكثير من المواقف في إحدى المباريات التي كان مقرر أن يخوضها الفريق في السويس أخبره رئيس النادي أن خزينة النادي ليس بها أموال لنقل اللاعبين بغرض الشزلي أن يبيع سياراته لكن رياض باقتراض النادي 600 جنيه هي رأس ماله في هذا الوقت سموحة يفاوض عاصم صلاح لتدعيم الجبل يسرى استعدادا للموسم المقبل ظهر مسؤولي نادي سموحة في مفاوضات جادة مع عاصم صلاح ظهير أيصر طلائع الجيش للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الجبل يسرى للفريق بعد عودة أحمد فتوح لفريقه الصابق نادي الزمالك ولم يشارك عاصم صلاح مع الطلائع الجيش في الموسم الماضي بسبب الإصابة واعتماد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق على محمد ناصف ويرغب مسؤولي سموحة في تدعيم الجبهة بلاعبين صوبر ترتيب كباتن مصر بعد استبعاد أحمد حسن من القائمة كشف مصدر باتحاد القرى عن ترتيب منتخب مصر بعد استبعاد الفريق القومي الذي يبدأ معذكره اليوم استعدادا لمواجهة توجو في تصفيات أمم إفريقيا وقال المصدر أن ترتيب كباتن كالتالي عبدالله السعيد عمر السولية محمد صلاح محمد النني أحمد حجازي أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لقرة القدم بقيادة حسام البدري من الآلي تم اختيار محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمر السولية ومحمد مجدي أفشا وحمدي فتحي الأهل يمد أجازة لاعبية حتى الجمعة قبل الاستعداد لنهاء أفريقيا قرر الجهاز الفني للآله بقيادة الجنوب الأفريقي موسيماني بعد مد أجازة الفريق حتى الجمعة المقبلة بعد ما كان من المفترض انتهاء اليوم السلساء لمنح اللاعبين مزيدا من الراحة قبل بدء الاستعداد للمباراة النهائية لبطولة أفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بداية من يوم السبت المقبل تعرف على تعليمات القيد للموسم الجديد بعد قرار المد حتى 11 نوفمبر قرر الاتحاد المصري لكرت القدم مد فترة القيد من 4 نوفمبر إلى 10 نوفمبر والسمرار التعليمات القيد للموسم الجاري 2020-2021 السمرار قائمة الثلاثين لعبا في الموسم المقبل استبدال خمس لعبين لكل فريق على مدار الموسم استبدال أو أعارض خمس لعبين على أن يتم رفع اللاعب المعار من القائمة وحقية النادي في قيد لعب آخر البقاء على خمس لعبين أجانب في الأندية بالدوري الممتاز اعتبار لاعب واحد من شمال إفريقيا وفلسطين لاعب محلي يحق لأي لاعب فسخ تعاقده مع ناديه في حالة عدم الحصول على مستحقاته المالية لمدة شهرين منح المدربين من العمل أكثر من نادي بداية من الموسم المقبل بحيث يحق للمدرب العمل في ناديين بحد أقصى حالة استغناء النادي عنه أما في حالة رحيل المدرب بإرادته فلا يحق لأي العمل في نادي آخر طوال الموسم بكده يكون انتهينا من فقرة الأخبار نخرج فاصل لنشوف احتفالات فريق غزل المحلة بمناسبة صعود مع الزميلان عبد النبي النادي وخالد حسان ونرجع لحضراتكم مرة تانية شعب مصر والأمة الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبي والشريف عده الله علينا جميعا بالخير واليمن والبركات خلينا نقول ان شهر أكتوبر السنة دي يعني شهر انتصارات وشهر احتفالات عندنا احتفالات 6 أكتوبر عندنا احتفالات العيد القومي ونهاردة كمان بنحتفل بصعود فريق غزل المحلة الحمد لله ربنا يعني كل الجهودهم بالنجاح مجود كبير طوال سنة كفاح وعرق وتخطيط والحمد لله صمرت هذا النجاح هو تكريم اليوم وصعوده من الممتاز زي ما معالي الوزير ممكن نتكلم انه هناك تفكير استثماري جديد في ازاي انشئوا شركة لكرة القدم وده هو السبيل الوحيد لان ازاي نحافظ على فريقنا في الدور الممتاز كابتل خليت تعبته طول الموسم النهاردة تكريم معالي الوزير معالي المحافظ يعني ازل تعبك وهمك بقى بدأت بداية جميلة صفحة جديدة اغلاق ملف موسم شاك ماذا تقول اليوم بقول الحمد لله بشكر طبعا معالي الوزير عشان بيتوفيقه معالي الوزير المحافظ على تكرمه لنا واللعيبة والجهاز واللعيبة ولفتة جميلة جدا منهم طبعا وطبعا بنوعدهم ان شاء الله اللي احنا الموسم اللي جاء ان شاء الله نكون فريق قوي يرجع اسم المحلة تاني مكانة طبيعية ان شاء الله كابتل خالد يمكن اجتماعك مع معالي الوزير يشام توفيق في مكتبه وضعته النقاط على الحروف رسمته خاردة الطريق لنادي جزء للمحلة الموسم القادمة معالي الوزير نارضة اشرح كل حاجة اللي هو الكلام اللي هو تطور النادي وتطور المنشأة الرياضية كلها بالكامل والحاجات الكوئسة اللي اتعامل لصالح مدينة المحلة كلها كل الناس في المحلة السبادة ولكن انا عاوز اعرف الصالح لخالد عيد وفرة غزل المحلة هزا الموسم طبعا فيه دعم طبعا من نسات الوزير وديات احنا اتكلمنا فيها ومش متأخر عنها في اي حاجة بصراحة وكل راجل مساندنا لابعد الحدود يعني وحاسب احمد عمر الرجب رئيس مجلس ادارة غزل المحلة يمكن عريس الليلة انت عريس الليلة زي ما قلت شهرين اتنين الخير جبته وجيت معاك هي دي فيه وشوش حلوة بتجيب الخير ماذا تقول اليوم وانت ربه الاسرة في تكريم وزيركة الاعمال ورئيس الشركة القبضة والله انا في منتاز ساعة ده طبعا زي ما انتم شفتوا الاحتفال منتاز ساعة ان انا اكون جنب الفريق اخواتي والاداريين والفنيين ومش بس كده احنا النهاردة جبنا اقدم لعبي غزل المحلة علشان يحتفلوا معنا ونحتفل معهم فالنهاردة يعني يعتبر حدث والحمد لله انا فخور جدا بوجودي وسطهم وطبعا وسط معالي وزير قطاع الاعمال العام والدكتور احمد مصطفى طبعا معالي محافظة الغربية كلهم طبعا مشرفين ومنوريننا النهاردة رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة يعني احنا عرفنا ان لجنة المسابقات للقسم الثاني اقرت بعدم الهبوط اندية القسم الثاني والثالث الى يعني الى المستويات الادنى بالغاء الهبوط وصعود اوائل المجموعات في القسم الثالث مباشرة الى القسم الثاني وايضا دي في ضوء يعني القرارات اللي اتخذها اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قالت ان القسم الثاني عبارة عن ثلاث مجموعات في كل مجموعة 16 فريق يعني لو تابعنا مع حضراتكم كده ده بالنسبة للقسم الثاني القسم الثالث هيبقى فيه 177 فريق مقسمين الى 12 مجموعة يصعد الاول مباشرة الى القسم الثاني اما بالقسم الثالث هيبقى 352 فريقا هينضم لهم يعني الاندية اللي هي لسه هتسجل في الاتحاد المصري لقرط القدم ويتم تقسيمهم معنا ومع حضراتكم الكابتن عبلاطيف الدماني نجم الزمالك ونجم منتخب مصر والمدير الفني الحالي لنادي ضميات اهلا بيك كابتن عبلاطيف اهلا بيك كابتن محمد زيح حضرتك منورنا ومشورفنا دايما في كورة البلد ربنا خليك واهلا بيك ومساعدة المشاهدين يعني انت حضرتك نسأل لحضرك السؤال الاول اخر السعدات فريق ضميات للانسئنات مصابقة القسم الثالث هذا الموسم الجديد يعني احنا اول يوم اه طبعا برعب حضرتك واه اول يوم النهاردة تجميع اللاعبة واول يوم مقاطعة اعداد اه الحمد لله يعني الامور شبه مستقرة انا بس عندي مشكلة ان انا جايب عشين لاعب جديد والدولة حضرك عارف انه في اخر الشهر والوقت يعني على حالة الانسجام والتاكل والتابعة بين اللاعبة تمام لكن ان شاء الله يعني براهن على اللاعبة ان هما يقدروا ان شاء الله يتحدوا عمل الوقت وان شاء الله يقدروا يحطوا دميات في وضع الطبيعي والصعود كلنا نصبنا بإذن الله ان شاء الله وترجع بفرق دميات للقسم الثاني ما كان الطبيعي وانت حضرتك يعني مدير فن متخصص صعود صعادت اندية كثيرة قبل ذلك بما ان حضرتك يعني لاعب صابق في نادي الزمالك عاوزين نعرف يعني وجهة نظر حضرك في لقاء غدا ان شاء الله لقاء الزمالك والرجاء المغربي اللي يقام غدا الاربعاء طبعا في البداية بتمنى طبعا صعود نادي الزمالك المباراة النهائية المباراة طبعا صعبة على فكرة مشهورة سهلة نتيجة خادعة مباراة في الزهاب واحد صفر ما تعنيش النادي الزمالك صعد بالتعب فرق قوي جدا فرق مكتمل الصفوف فرق واخد بطولة الدورة عنده في المغرب فرق بيضم لعبة كترة جدا في المنتخب المغربي لعبة بلغة كرة خطفهم في موضش الزهاب فده كلها عامل تخلي نادي الزمالك ينزل فانها مباراة الزهاب للنسيان ويلبع على الفوز ما يلعبش على التعادل اللي انها لعب خاص معاناية جدا فبالتالي اتمنى نادي الزمالك ان شاء الله يكون طبعا عبد رأيكاملة بالله نقولنا ده ويكون عنده حلم التركيز عالي جدا وحلم الاتزام وينزل يخلص من براه يحاول يجيب هدف يربك حسابات للطريق الضيف هيفتح توجد المساحات يقدر يجيب الثاني عز الثاني اعتقد ده لحل الأمثل ولكن لو استننا الفرقة وحاولنا نلعب بان ما يخدش في الجون طبعا دي استحزوا حدين هتبقى فيها مشكلة الفرقة هتهجمك الفرقة يبقى عندها ندفع قوي جدا فأتمنى ان شاء الله الاختار الاول اللي هو انكزه ينزل بكل قوته وضغط من الثلث اللي هجومي بحيث ان هو يقدر يحرز هدف يخلص مبارا ان شاء الله رؤيتك الفنية بما انك مدير فني لنادي دومياط وايضا لعب صابق من نادي الزمالك التشكيلة الامثل لخوض نادي الزمالك بالتشكيلة الامثل في لقاء غدا ان شاء الله يعني انا شايف التشكيل مش هيختلف على اللي بلعب به يعني انا شايف جن شايف جبلة احراس المرمى وجه النظري اذا حازم هام سليم يلعب لا خلافة على محمود علاء لا خلافة على وينشل وسليم لا خلافة على طبعا عبدالله جمعة وجهة نظري برضو لا خلافة على طريق حامد وساسي فيه ربع المقدمة طبعا اللي هو معروف للجميع زيزو اوباما وبن شرقي ومصطفى محمد وجهة نظري مني ممكن معرفش تفكير الراجل ايه المدرب بتشيكه ولكن وارد جدا يلعب باسلام ديفمبر ثالث على حساب اوباما لو هو عاوز يضطع الشرط الاول متعادل لان بالتالي فرقة البيضاء هتندفع هتتخلق مساحات هقدر نزل اوباما فيبع عنده سرعات في الشرط التاني مش عارف تفكيره ايه لكن انا شايف ان الاسلام ممكن يبع على حساب اوباما بس في التشكيلة دي تمام بنشكر حضرك كابتن عبدالطيفي الدماني وبنتمنى لحضرك الصعود بفرقة دميات هذا الموسم ان شاء الله شكرا لكابتن عبدالطيفي الدماني المدير الفني لفريق دميات ولاعب نادي الزمالك السابق وشوفنا رؤيته الفنية يعني في مباراة الزمالك والرجاء اللي تقام غدا في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك بالفوز والصعود لملاقات الآله في نهاء البطولة الافريقية اللي ستقام النهائي ان شاء الله يوم 27 نوفمبر الجاري نتمنى كل التوفيق للأندية المصرية وان شاء الله في حال التلاق الآلي مع الزمالك نشوف مباراة متميزة ونتمتع بيها ونتمتع بقرة القدم الحقية واللي يفوز نقول له مبروك واللي يخسر نقول له هارضي لك يكفي ان يكون يعني كأس البطولة او الحاصل على كأس البطولة هيكون احد النادياي الآلي او الزمالك نرجع لحضراتك مرة تانية بالنسبة لأندية القسم التاني يعني المقترح انه هو يتم تقسيمها لثلاث مجموعات المجموعة الاولى هي مجموعة الصعيد كيمة اسوان والالمونيوم شباب قنى وقنى وسهاج وطهطة وبترول أسيوت وأسمنت أسيوت وديروت والمينيا وبنسويف تلفونات بنسويف ومركز شباب سمسط والفيوم والإعلاميين والشرقية للدخان أما المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة تضم النجوم والترسانة ونادي مصر والداخلية ومناصر والسكة الحديد منتخب السويس بترو جيت وبرتو والقناة والمريخ والزرقة وجمهورية شبين وسيرس اللايان وكوكا كولا وطنطا أما المجموعة الثالثة مجموعة بحري واسكندرية تضم دي كيرنس والمنصورة وبنعبيد بلدية المحلة مالية كفر الزياد كفر الشيخ بيلا العبدة منهور فارقو أبقير الأسمدة الألمونيوم سبورتنج وحرس الحدود والرجاء والحمام والجزيرة بمطروح دول بالنسبة للمقترح إن هي ثلاث مجموعة كل مجموعة تضم 16 فريق لكن أنا ليه وجهة نظر يعني أنا تلام الغيط الهبوط في القسم الثاني والثالث لابد من يكون فيه مساواة بين الأندية والاتحاد المصر للكرة القدم يمفروض إن هو يلغي كمان الهبوط في الدور الممتاز يعني ثلاث فرق اللي نزلهم نادي مصر ونادي حرس الحدود ونادي طنطة يعني إزاي أن ألغي الهبوط في القسم الثاني والثالث واسيب ثلاث أندية يبطوا من الدور الممتاز مع أن فيه عند ارتباطات دولية وارتباطات يعني العام القادم إن شاء الله يعني لابد من إجراء الدوري الدوري الممتاز بنظام المجموعتين لو أنا يعني أبقيت على الثلاث فرق هيبقى عندي واحد وعشرين فريق في الدوري المصري هتم تقسيمهم من المجموعتين مجموعة عشر ومجموعة أحداشر هيلعب بكل مجموعة دورين يعني دوري من دورين يصعد الأول والثاني من هنا مع الأول والثاني من هنا يقابلوا بعض في الدور قبل النهائي واللي يفوز يلعب على النهائي ويحصل على كأس البطول بكده يكون نهيط الدوري في أربع شهور فقط حلية الأزمة اللي هي اتحاد القورة وايع فيها في أزمة اكترحوا على الأندية اللي هم يلعبوا الدوري المصري من دور واحد الأندية رفضت ده الحل الأمثل من وجهة نظري وجهة نظر البرنامج برنامج كورت البلد في حل الأزمة ومساواة الأندية معنا عزيزي المشاهدين الدكتور مير عبد الحليم المدير الفني لنادي سمنود أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك جابت المحمد وحضرتك بنور البرنامج الله يخليك احنا أولا بنعزي حضرتك وبنعزي أسرة الرياضة المصرية في وفاة الكابتن عبدالله الأشرم الحكم السابق والمدير الإداري لفني نادي سمنود بشكرك وبشكر أسرة البرنامج على العزاء والبقاء لله وربي يرحمه ويقبل لي ويدخله فسح جناسه رب طيب بالنسبة لآخر استعدادات فريق سمنود لخوض مصابقة القسم الثالث والله يا كابتن محمد بعد حالة الوفاء يعني حالة نفسية سيئة جدا 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 على مستوى سمنود بالكامل وانت تعلم ماذا كيمة الكابتن عبدالله الأشرم تمام ولأول مرة يتم طبعا يعني الحياة النفسية مأثر على اللعبة وعلى الجهاز وعلى مجلس الإدارة وعلى الجماهير في البلد فأنا يعني لأول مرة يحصل إن واخدين راحة أسبوع كامل تمام وهنبدأ إن شاء الله من يوم السبت لكن بطم برضو الجماهير من الاتجاه الثاني إن تم التعاقد مع عشر اللاعبين في خلال الفترة السابقة بالأضافة لمجموعة لعبة مميزة من القدامة وأعتقد إن شاء الله يبقى فيه تيم جيد يبقى قادر على الصعود هذا الموسم إن شاء الله إن شاء الله تمام إحنا بنذكر السادة المشاهدين الكابتن دكتور مار عبد الحليم اللي قدام حضرتكو في الشاشة هو يعني المدير الفني لنادي بن عبيد الفائز على نادي الزمالك يعني ده المدير الفني اللي حقق الفوز على نادي الزمالك واخراجه من كأس مصر هو الدكتور مار عبد الحليم اللي قدام حضرتكو انت دكتور مير يعني طلعت الزمالك من الكاس تكن عاوزين تعمل رشدة فنية كده لنادي الزمالك للقاء رغاء المغرب غدا ان شاء الله والله طبعا في البداية يعني بقول حضرتك ان مباراة ناس زمالك بكرة تبقى صعبة جدا 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 تمام وأعتبر الفترة اللي خدتها فريق الوزاد بتاع الرحل الكبير اللي خدوها واستعادة بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين من عشر تيام هبقى ليه تأثير اجابة بالنسبة لهم لكن اعتقد ان المباراة هتبقى صعبة محتاجة تركيز عالي جدا للاعب ناس الزمالك والجهاز الفني تمام واللعب على الفوز وليس التعادل صح تمام وانا اسمها طبعا الكابتن على مصيف الدماني وباتفع معها جدا في ان انا يعني بعتبرها نتيجة معلقة ونتيجة صعبة ان انا كتبان واحد تمام تخليني ان انا ابدأ مباراة كما لو كنت ملعبتش المباراة الاولى تمام انسى نتيجة انسى نتيجة زهاب الاولى والعب كأنه ما فيش قداما للمباراة دي نهائيا انا كابتن محمد تمام على اساس ان المباراة بيتلعب فريق محترم فريق بطل دوري وانت فريق محترم كانت زمالك ونادي الزمالك الفترة الاخيرة بيقدر يتعامل مع الفرقة الكبيرة وده بان في المطلات اللي خدها الفترة القريبة اللي فاتت سواء سوبر مصر او سوبر افريقي تمام وان شاء الله نبارك لنادي الزمالك وجمائل الزمالك وجمائل مصر على ان النهائي يبقى بين الاهل والزمالك نهائي مصري خالص فرقة منهم في النهاية تلعب بطول الكاس العالمي الانديان ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك يا دكتور ماير دكتور ماير عبد الحليم المدير الفني لفريق سمنود ويعني بنتمنى لحضرك كل توفيق وايضا يعني بنشكرك على هذه المداخلة الغالية علينا كلنا شكرا جزيلا وباشكرك وبكرر شكري على الاتصال وبتمنى طبعا لسمنود الصعود هذا الموسم وبتمنى البني عبيد على المستوى الشخصي الوجود ممتاز به بقوة هذا الموسم ان شاء الله ان شاء الله شكرا دكتور ماير شكرا نشكر دكتور ماير عبد الحليم المدير الفني لفريق سمنود وبنعزي اسرة القرى المصرية بمناسبة وفاة النجم المحترم والكابتن الخلوق الكابتن عبدالله الاشرم الحكم السابق والمدير الاداري لفريق سمنود يعني كان محبوظ في المستشفى بسبب تعرضه لمرض الكورونا وانتقل الى رحمة الله يعني بنعزي اسرة الرياضة المصرية وايضا بنعزي اسرته وبنعزي اسرة نادي سمنود الرياضة على وفاة الكابتن عبدالله الاشرم نرجع لحضراتكم مرة تانية ايضا بالنسبة ده كان مقترح كرة البلد الغاء الهبوط في الدوري المصري لكرة القدم وابقاء نادي مصر وحرص الحدود وطنطة في الدوري واقامة الدوري من مجموعتين كل مجموعة مجموعة 11 فريق ومجموعة 10 فرق يصعد الاول والتاني في كل مجموعة لمعلاقات الاول والتاني في الدور قبل النهائي اللي الفائزان يحصلان يلعبان المباراة النهائية ثم الفائز يحصل على بطولة الدوري ده بالنسبة لمقترح كرة البلد علشان يتم فيه تساوي بين الاندية لما نلغيت الهبوط في القسم الثاني والقسم الثالث لابد من مساواة الدوري المصري لكرة القدم وايضا يعني هيتم انهاء الدوري في وقت قياسي وقت قياسي جدا هو وقت الاربع شهور علشان الارتباطات الدولية والارتباطات الافريقية والعربية اللي بتنتظر الاندية المصرية احنا مرة تانية بنبارك للاندية الصعيدة للقسم الثاني فريق قيمة اسوان وقنة واسمان تأسيوت ومركز شباب سمساط والشرقية للدخان على المجموعة الخامسة والسكة الحديدة على المجموعة الستة وبرتو على السبعة وكفر الشيخ على المجموعة التامنة وبنعبيد عن المجموعة التاسعة وسيرسي الليانة على المجموعة العاشرة وفريق سبورتينج عن المجموعة الحديثة عشر وفريق الجزيرة بمطروح عن المجموعة الثانية عشر بعد اجراء الترقم مجموعة سيناء وايضا بنبارك لاندية اللي صعدت للدور المصري لكرة القدم نادي البنك الاهلي ولازم نقف قدام البنك الاهلي وقفة نادي البنك الاهلي يا جماعة هو الموسم الماضي كان في القسم الثالث صعد السنادي للقسم الثاني ومنه من قسم الثاني صعد للدور الممتاز في سنتين من القسم الثالث إلى الدور الممتاز يعني نرفع القبعة لمجلس إدارة نادي البنك الاهلي ولاعبية والجهاز الفني بقيادة الكابتن عيد مرزيق اللي تم إقالته بعض الصعود وتعيين الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الاهلي أيضا يعني بنبارك ليه أيضا فريق سيراميكا كولوباترا عن مجموعة القاهرة ونادي يعني الفلاحين نادي غزل المحلة اللي يعني دايما بنتبسط جدا لما نشوف أندية الجمارية بتبقى موجودة في الدور المصري نادي زينات غزل المحلة ليه باع كبير في بطولات عديدة أيضا بنهني بمناسبة صعوده إلى الدور المصري للكرة القدم هنشوف مع حضراتكم على الشاشة حاليا عدد الأندية اللي تم تقلصه من 224 ناديا إلى 95 ناديا للجمعية العمومية للاتحاد المصري للكرة القدم يعني تم تقلص أعضاء الجمعية العمومية من 224 ناديا إلى شايفين ما حضراتكم معي على الشاشة عدد الأندية 295 ناديا فقط تم تقلصهم من 224 ناديا لهم حق حضور الجمعية العمومية ولهم حق التصويت في انتخابات اتحاد القرى المصري وأيضا نشاهد مع حضراتكم أيضا يعني بنتابع هوة أسامي أسماء الأندية على الشاشة بنشكر رئيس التحرير مارينة جمال وبنشكر مخرجنا النهاردة علي الشاهد أيضا وبنشكر يعني مع حضراتكم مجموعة أسرة البرنامج بنحييها يعني النهاردة بتقدم نموذج طيب جدا جدا في إعداد البرنامج يعني شايفين حضراتكم بنتابع مع حضراتكم أسماء الأندية أيضا التصفيات النهائية لدور الترائي للقسم الرابع كل المجموعات وكل يعني ترتيب المجموعات كلها شايفين قدام حضراتكم على الشاشة كل المجموعات على مستوى الجمهورية التصفيات النهائية بعدد النقط لكل فريق هيصعد منه 22 فريقا إلى القسم الثالث معنا ومعاكم نجم الصعود الكابتن عادل صديق المدير الفني لفريق بن عبيد أهلا بك كابتن عادل أهلا بك كابتن عمد بنبارك لحضرتك بمناسبة صعود فريق بن عبيد للقسم الثاني بقيادتك الفنية وقلنا كده آخر استعدادات فريق بن عبيد للقسم الثاني بحمد الله يا ريت نتحرك مكان في شبكة كده يا كابتن عادي حاضر إن شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك فلوسك في البرنامج يتمنى لكم التوفيق دايما الحمد لله والشكر لله بدأنا من أول شهر عشرة ومعنا مجموعة من اللعيبة ودائما اللي كانوا موجودين معنا من الموسم اللي فات اللي كانوا سبب في الصعود طبعا وبشكر اللعيبة اللي لم يحايفها لحظة أنها تكمل معنا تمام بناء على بعباتهم يعني هم حاب يكون لهم فرط في هماكن تانية هتمنى لهم التوفيق الحمد لله والحمد لله إحنا بدأنا من شهر عشرة بالجهاز الفن المكون من كابتن عادي صديق مدير فن وكابتن بنيق مدير بعام وكابتن حمد بيسو مدير فراس مارما وكابتن أحمد فرج خصائه الملاع وتأهيل وكابتن سيد أبو طالب علاق وكابتن محمد عبد النابي المدير الإداري وكابتن أحمد الفيل كإداري وده المجموعة اللي كانت موجودة المسلم اللي فات تمام إن شاء الله بإذن الله نحن النهاردة كمان يعني كنا بنخلص صفقة كويسة جدا نهاردة محمد الأمين مساك من طبعا المريخ واسمه ده بوير تمام واتحاد الشرطة مبارح خلصنا وأول مبارح كابتن محمد عبد النابي اللي أنا بكلمه طبعا نخلص سعيد ماهر ده لعب مميز جدا السعيد ماهر لعب مميز يقوله إن هو خليفة عبدالله السعيد آه يا كابتن محمد وفعلا عنده قدرات عالية جدا تلعي كورة وحياة المساكة الطيبة كمان وفيه محمد العزب ومحمد إبراهيم حارس المرنى محمد العزب النهاردة لزل التمرين واستعيد ماهر لزل التمرين النهاردة تمام وإضافات كلها قوية محمد العزب طبعا لعب كبيره وكان في نادي المصر قبل كده كان في الحمام المسلم اللي فات يعني بنجيب عناصر جيدة تمام ونده خبارات في المنتاز بيه وليهب في المنتازة قبل كده عبوا دفع قوية الفريب بن عبيدي إن شاء الله في المرحلة اللي جاية بجانب اللعبة اللي موجودة يعني لديمة تمام طب بما إنك أنت زمالكاو بقى ومدير فن قدير ولاعب كرة قدم سابق في أنديت المنصورة ونظره وأنديها عديدة قلنا يعني رؤيتك الفنية يعني في مباراة الزمالك والرجاء غدا إن شاء الله هو ماتش مهم جدا طبعا مش النتيجة اللي زمالك حقاها في المغرب بأنه هو فاز 1-0 ورجع بالتلاث نقاط النتيجة مش عايزينا برضو تكون خادقة بالنسبة لنا الرجاء فريق قوي جدا وعنده طموحات وجاية على أساس أنه هو يحقق فوز وأنه هو يعكس اللي حصل هناك في المغرب ودي سمة الفرع الكبار ولكن الزمالك وقف على أرض صلبة وفي مستوى عالي جدا عنده اللعيب الأساسيين وقفين عجليهم عندهم كم من الخبرات الأفريقية على مستوى عالي الزمالك عمل حساب جدا للمباراة دي وهو بيسعى البطولة بكل ما يملك من قوة أنا بتمنى التوفيير لنادي الزمالك انه هو يحقق الفوز بكرة إن شاء الله بإذن الله وبتمنى زي ما كتبت بعد فوز الزمالك وفوز الآله في المجموع المتين على الوداد ان يكون النهائي المصري بين الآله والزمالك ونستمتع بتحقيق البطولة إن شاء الله كنت أنا زي ما كافة بتمنى للزمالك وإلى آله للزمالك في الآخر أتوبقى واحد بطولة إنما بتمنى للزمالك يعد العقب بتاعت بكر إن شاء الله بإذن الله وهو أكيد عامل حساب لفريق الرجاء يعني هو فريق محترم إذا كانت النتيجة خزارته في المرشلة ولاني ولكن في حسابات تانية خالص في المرشات ديات وربنا يوفى إذا ما لك إن شاء الله كابتن محمد كل التوفيق لحضرك يا كابتن عادل كابتن عادل صديق تخص الصعود بن عبيد ما بتصعدش على يد الكابتن عادل صديق يعني مدير فني طموح ومحق إنجازات صعد بفرقة بن عبيد الموسم الماضي إلى السنة دي للقسم الثاني بنشكر كل الشغرة كابتن عادل وانتمنى كل التوفيق لنادي بن عبيد الرياضي إن شاء الله بنشكر الكابتن عادل صديق المدير الفني لفريق بن عبيد وأيضاً يا عزيزي المشاهدين يعني بنخرج كده فاصل نشوف يعني مباراة تأرير مباراة الخيرية وشباب متغمر وبنشكر زميلنا كابتن أحمد عادل مراسلنا في الدقالية ونرجع لحضراتكم مرة تانية اللقاء والتعادلات السلبية الموجودة في الجولة الثالثة بطولة الترقى الدرجة الرابعة عودت للدور الكسم الثالث لكن النهاردة معاناك كابتن أيمان رفعت عدو مجلس إدارة نادي شباب متغمر نهاردة أعتقد أن تعانيتوا كتير في الملعب مكوتش توقعوا الملعب مساحة دياءة عملت معاكو يعني أعتقد ما قدرتوش تعمله جيم كبير النهاردة أمام الشاب الخيرية هاردة لك النهاردة أعتقد أن تعبوا على المكساب عودت مرة تانية فريش أمام متغمر إلى مكانه الطبيعي دور الكسم الثالث أو الثاني لكن النهاردة أقول لك هاردة لك الله أهلا بك كابتن الحمد لله على كل شيء في الأول وفي الآخر زي ما حضرتك قلت الملعب طبعا أرضيته ومهدلة جيل كده الملعب داية بلعب فرقة بتلعب على قاوت قاوت بتتخذك بالقاوت والملعب أرضيته وحشا ما الفترات اللي عنا لعبنا في الأرض روحنا للجنو ضيعنا بس الحمد لله على كل شيء أضعت فرص كتيرة محمد مانو أضعت فرص كتيرة محمد السعيد لعبة كتيرة النهاردة أضعت يعني كتير كابتن الملعب خلق الله يكون فؤونه لأن الراجل بكترة التعدلات مع الفرق يعني نشوفنا شاب بالقاس تعادل الأول يحني كتير أعتقد لسه الأمور السبادر ولا أنت شايف إيه والله الحمد لله على كل شيء إحنا بنتعامل مع الموقف ماتش بالقاس كنا كسبينه 1-0 وبعدين جي فينا جونه وتعادلنا ماتش شوها إحنا بقدقنا بالتسجيل وتعادله بكرة بالإيده وضيعنا برضو كون كتير جدا عندنا مشكلة ضيع الأهداف من بداية الموسم وبرضو قلت خبط لعبين أحمد السعيد ناشئ 19 سنة ومانو جوان ندعش زي ما حددتك شفتك بس الحمد لله يعني هنلعب على الأخطاء وتصحيح الأخطاء ونخلي جهاز الفني يصلح والحمد لله الدور الثاني عندنا ماتشين على ملعبنا والماتش الثالث في شوها نقدر إن شاء الله نعوض على ملعبنا بإذن الله كراراتك إيه من لجنة تحاد الكورة لجنة الخماسية شايفي كرارات إيه يعني أنت الدنيا راحل فين فيه هبوط في الرابعة لكن لسه الناس مستمرة في الثانية والثالثة شايفي كلام والله أنا شايف يا كابتن أن حرام فرق أربع فرق يصفهم عشان تاخد منهم فرقة واحدة يعني مش على الأقل كنت خدت أول وثاني أو على الأقل يعني كان مثلا أول أول مع أول صعب جدا لما فرق يلعب طول السنة وفرقة ما تغلبتش يطول الموسم وتيجي تلعب تصفيها من ست مواتش أربع ويطلع منه حرام للأربع فرق مش بقول علي أنا ووحدي حرام على طول المحاولة إسلام حزين وعد اللامسة أهد الخروج لكن هنا على طول بخبرة بقى الأبصير كان ممكن أيام الفئة أرباكة كبيرة لكن على طول سابق المبدأ السلامة إلى دار بارتن شوف الرجل هنا على طول الظهور هنا موجود دار بارتنية إسلام حزين بدأنا نشوف خطورة موجودة من فريق شباب متغام بدأ يوصل كتير على مرمى الخيرية لكن نشوف هنا حسام راشد أهد اللامسة سلام عكورة والسلام على المتابعة الجميلة من عبد الحليم يطلع بقى ويخرج وينكز الموقف ينكز هدف كان ممكن يكون مبكر لكن على طول تطلع على طول هنا إذا رمي أنت مشوف الرجل بيعمل فيه إيه كان حسام راشد عملها بالمسطرة بالأمسة الجميلة وهذا على طول هنا أشريف حسن بقى بيقول له لسه بادرع الكلام ده هذا على طول عبد الحليم ووقع بعد اللقطة الأخيرة التقلق الجميل كان ممكن تصفر عن هدف لكن على طول بقول لحضراتكم بيعملوا كرة جميلة كرة مشتركة يعني كرة جماعية بيعملوها فريق الشباب متغامر لكن هنشوفوا رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام في الجزء الثالث من هذه الحلقة كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد يعني شفنا حضراتكم مداخلات مدريين فنيين على درجة عالية جدا الكابتن عبد لطيف الدماني نجم الزمالك ومنتخب مصر وايضا الكابتن دكتور ماهر عبد الحليم المدير الفني لفريق سمنود وايضا الكابتن عدل صديق المدير الفني لفريق بن عبيد يعني وجهات نظرهم بالنسبة للمباراة الزمالك والرجاء مباراة لا تقبل القسم على اثنين لابد من تحقيق الفوز لنادي الزمالك ويعني ننسى كده نتيجة اللقاء الاول بفوز الزمالك ونلعب المباراة كأنها مباراة كقوز ما نلعبش على التعادل نلعب على الفوز عشان يعني لو نحصل على الفوز يعني الزمالك يفوز بالمباراة او على الاقل يتعادل ليصل الى المباراة النائية للملاقات الهلي معانا ومعاكم حاليا كابتن احمد مجايد مراسلنا في ضميات اهلا بيك ابو حميد اهلا بيك نورنا ومشرفنا دايما برنامج كل بلد في كل بيت في البلد والله يعني اخر استعدادات فرقة ضميات للموسم القرى والجديد النهاردة كابتن عطف الدوماني ناجم ناجم زمالك متواجم مدير فني لنالة الدوميات بعد ما شفنا اخر ثلاث مباريات مع نالة الدوميات في فترة الاخيرة تمام كابتن دوماني بدأ يعيد الروح من جديد لنالة الدوميات زي ان ما كنا شفت في قسم الثلاث قبل كيلة وصعب دوميات للممتسبة تمام ففي نالة متواجدة لتأثير الامور لنالة الدوميات بقيارة استوزة احمد جبريل وبعد ما الحديث اللي كان تم بين معادل وزيرة دكتورة مدال عوض محافظ دوميات ان استوزة احمد جبريل المهمة استوزة احمد جبريل المهمة استوزة احمد جبريل المهمة والحمد لله يعني شايف كابتن دوماني بدأ يحط ييده ونوعد على الحروف وبعد الصباقات اللي جابها لهذا الموسم وان شاء الله نشوف دوميات في مكانها الطبيعي بأمر اللي ان شاء الله مع كابتن دوماني ان شاء الله ان شاء الله يعني في لجنة من الشباب ورياضة هي اللي بصيد نادي دوميات حالية اه في الوقت الحالي استوزة احمد جبريل هو اللي يعلم تأثير الامور والكابتن محمد ابو جنب اخباره ايه يعني لسه الحاجة محمد ابو جنب اخباره لاني حسن بعد اعرفه حد علمي شكرا يا ابو حمد وكل التوفيق لفريق دوميات وزملنا المعلق الرياضي يعني المخضرم والصوت الرمان احمد مجاهد بنشكرك على هذه المداخلة عزيزي المشاهدين قلنا لحضراتكم بنعمل لحضراتكم خدمة خمس نجوم لو لاعب اي لاعب عايز روح اي نادي لابد يعني يتعملوا استعلام على السيستيم الاستعلام ما هيقول ان هو مقيد في نادي او غير مقيد لو غير مقيد يتم تسجيل اللاعب على السيستيم باستمارة توقيع على العقد وبعد كده تسجيل العقد وموقفه من التجنيد وصورة شهادة الميلاد وصورة البطاقة بكده يتم حافظه على السيستيم علشان من حق النادي ان هو يعني تعاقد مع النادي لمدة موسم او موسمين او سلاس مواسم بكده ياخد العقد المسؤول ويروح للمنطقة التابع لها وبعد كده يراجع العقد ويشوف اللي على السيستيم نفس الاصول وبيدفع رسم كارنيه وبعد كده بياخد العقد ويطلع على اتحاد الكورة اتحاد الكورة للأسف السنة دي كان نسبة اتحاد الكورة كانت 3% اصبحت 6% عائل كبير على الاندية يعني كان الاندية تدفع 3% ومعنا ومعاكم مرسلنا في الدقاهلية كابتن جاد البادر اهلا بك يا كابتن جاد مسائل فول مسائل فول في الكابتن عدل صديق مديرا فنية نادي منع بيت تمام حضرتك تعلم جيدا مدى قوة نادي عبيل كنادي يمتلك ملعب من افضل ملعب على مجتمع جمهورة مصر عربية تمام وكل الدعم طبعا من عائلات ردوان الدكتور رمس ردوان طبعا زيما تعرف من الشخصيات القوية جدا الداعمة للرياضة المصرية تمام ايضا هناك تجديد الثقة في الكابتن مصطفى عبدو احد ابناء محافظة الغاربية ونجم نادي المحلة صادقا والمدير الفني المدير الفني حاليا لدي كيرنس ومديرا فنيا لنالي دي كيرنس رياضة تمام اذا نالي دي كيرنس جاد ثقة في الكابتن مصطفى عبدو تمام ايضا من اهم الأخبار على الساحة الدائلية وايضا الكابتن جمال المصر خلينا خلينا اقول لحضرك من فعلا من اهم الأخبار تمام هو اثناد مهمة الكابتن جمال المصر مديرا فنيا لنادي شيربين الرياضة تمام دول تمام كده دي اهم الأحداث دي اهم الأحداث خلينا اقول لك طب يا كابتن جاد يعني انت حضرك مهتم جدا من خلال قناة الوكالة اللي انت حضرك ما انشأها على الفيسبوك بآخر اخبار انتخابات مجلس النواب في دائرة دي كيرنس وبن عبيد وشيربين تمام تمام يا سبحاند خلينا اقول لك ان من اقوى الدواير في محافظة الدائلية هي دائرة دي كيرنس وشيربين وبن عبيد نظرا لوجود اكثر من نائب سابق تمام اعداد المرشحين وايضا وجود شباب شباب قوي جدا قادر على ان يصعد لمقعد البرلمان تمام خلينا اقول لك ان اهم المرشحين بقوة لهذا لهذا الكرسي هو الدكتور مكرم رضوان طبعا احد ابناء بن عبيد تمام ومعايل كابتن نصحج بسنديلي وايضا هناك شباب كتير اوي مرشحة دول كانوا نواب سابقين يعني الدكتور مكرم كان نائب سابق دورتين وايضا كابتن نصح كان ايضا نائب سابق بالفعل يا سحمد دول من اقوى المرشحين وحالي عارفين قدي للدكتور مكرم رضوان مدى شعبيوته في دي كيرنس ومان عبيد وايضا شيربين تمام شكرا يا كابتن جاد وكل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق لجميع الشباب اللي بيخوضوا معارقة انتخابات مجلس النواب وكل التحية لكل يعني الاندية المصرية وبنتمنى كل التوفيق للاندية المصرية عزيزي المشاهدين مرت يعني ساعة البرنامج سريعا مع حضراتكم بنشكر الاعداد عمر الخليفة وبنشكر الفي تي آر محمد الشايد والاضاءة تامر السيد والصوت علي والبلاي قاوت ومحسن عزة ومارينة جمال ومخرجنا محمد عزة ونشكركم اعزائي المشاهدين والى اللقاء في حلقة جديدة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد اشتركوا في القناة